اشتركوا في القناة حالة الطوارئ القومية فيما يتعلق باليمن مباشرة جاء رد سفيرنا في واشنطن أحمد عوض بن مبارك حول طبيعة هذا القرار قائلا بأنها رسالة سنوية تصدر من البيت الأبيض منذ عام 2012 وكانت تهدف لمواجهة معرقلي التسوية والمبادرة الخليجية في ذلك الوقت والذي كان حزب المخلوع صالح مشاركا فيها نتساءل حول طبيعة هذا القانون وما هي تأثيراته ولماذا حتى الآن ما زالت تعمل به الإدارة الأمريكية رغم قدوم حكومة جديدة إذن سيد محمد في الحديث عن هذا القرار الذي أصدره الرئيس ترمب مؤخرا كيف تقرأ له في بداية الأمر؟ هو ليس قرارا خاصا بالرئيس الأمريكي دولند ترمب بقدر ما هو قرار استنساخي و القرار أصلا صدر في 2012 تقديد القرار في 2012 في عدد رئيس أوباما و تم استنساخه فقط لكن الموقع تتحدث بأنه صدر ضد الحكومة اليمنية الحالية هو القرار أساسا كان يتحدث عن الحكومة الاتلافية التي حدثت بين المؤتمر الشعبي العام و اللقاء المشترك و كان رئيس من دوا أنا ذاك حتى رئيسا لرئيسة الوزراء و القرار أصلا صدر في عدد أوباما بحيث أنه أي عملية التفافية أو عملية عرق على التسوية أو المبادر الخليقية أنا ذاك في عام 2012 سيشمله هذا القرار و لذلك تم استنساخ هذا القرار و ينزل بشكل دوري بشكل سنوي و لذلك لم يتم تغير أي شيء أو أي بنود من هذا القرار و أنا أعتقد أنه مندوبنا في الأمم المتحدة أو سفيرنا في الواشنطن يتحمل المسؤولية الكاملة على إزاء هذا القرار لأنه أصبحت الحكومة الشرعية غير زي الحكومة الشرعية التي كانت في عام 2012 و العملية السياسية غير العملية السياسية التي كانت في عام 2012 لأنه عاني من عملية انقلاب و يفترض أن يكون القرار واضح يسمي كل الأطراف المعرقلة للمبادر الخليجي نحن نتحدث اليوم عن مخرجات حوار وطني و نتحدث عن انقلاب حصل و هذا القرار حتى لم يذكر حتى كلمة واحدة باسم انقلاب موجود في اليمن أو باسم حرب موجود في اليمن طب الولايات المتحدة لا تقرأ مهيلي في اليمن لا تتابع يعني ليست متابعة هو نزل بشكل آلي أو بشكل لكن وسائل العملية المتداولت الخبر بشكل دوري و هذا القرار أصلا لا يؤثر لا في المدى البعيد ولا في المدى القصيد طبيعي و روتيني و ليس له أثر لا في المستقبل القريب ولا في المستقبل البعيد لكن القرار يتحدث عن إقرار عقوبات لمعرقلة التسوية عندما نتحدث عن القرار لماذا لا يكون مكمل للـ 2020-2016 نحن هناك قرار أكبر من 2020-2016 ولكن العمل في القرار 2020-2016 لا يمكن أن يتساوى مع هذا القرار الحاصل هذا عبارة عن قرار السنساخ أو ما الكثير من القرار يسمونه قرار السنساخ كنها أوتوماتيكيا نعم أصدر أوتوماتيكيا و أنا أعتقد أنه ربما يتم تعديل البيانات الموجودة في القرار أو المصطلحات الموجودة في القرار في وقت قريب جدا تقصد أنه حتى في العام الماضي أصدر نفس القرار؟ نفس القرار العام الماضي والذي قبله والذي قبل من عام 2012 يصدر نفس القرار ونفس الصيغة ونفس التشكيلة لكن لماذا بهذا المسمى بمعنى أنه يهدد الأمن القومي الأمريكي؟ بالطبع طبعا تهديد الأنمية الإقليمية الدولية نتحدث هنا عن تهديد الأنمية الإقليمية الدولية بينما الحوثيين اليوم يزرعون الغامة البحرية في باب المندب وفي محاطة الحديدة وهناك إختار لأمن لكن ما يزال بعض الإخوة في الشرعية يعني لديهم قصور في القانب الرؤية مثلا على سبيل المثال خليني استسمح أنه أنا أتحدث هنا عن وزير الخارقية دور وزير الخارقية في الحكومة اليمنية ضعيف جدا مقارنة بما تفعله الماليشية الإنقلابية الدبلوماسية الإنقلابية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية ما الذي تنتظر منه أن يعمل مثلا؟ أنا كنت أتمنى من وزير الخارقية أن يتحرك أن يلتقي بالسفراء أن يلتقي بـ يذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية لصناعة القرارة المؤثر في الولايات المتحدة الأمريكية لبريطانيا يتحرك على المستوى العربي والإقليمي حتى على مستوى المعاناة الإنسانية لكن الأساس الشديد هناك عقز كبير جدا أنه تحدث عن شخصية وزير الخارقية وإنما تحدث عن وزارة الخارقية اليابانية لكن التقصير أيضا يطال في وزارة الخارقية 더�عوة القانبية التقصير موجود في كل المؤسسة الحكومية لكن هناك وزارات يجب أن تتحرك بشكل كبير جدا نحن لسنا في وضع طبيعي نحن الآن في وضع حرب وللأسف الشديد وضعنا في القانب الخارجي أو الإطار الخارجي للحكومة اليمنية ضعيف جدا طيب ما الذي يفسره ذلك هل هي عبارة عن شخصية معينة أو أنها كمؤسسة كاملة أول شيء لدينا فساد كبير جدا في السفارات اليمنية في الخارج يعني لدينا موظفين والدبلوماسيين اليمنيين الموجودين منذ عام 2002 متواجدين والكثير منهم لا يخضع للسلطة الشرعية المثلوبة بخامة الرئيس عبد الربو منصور هادي الكثير منهم لديه أيدالوجيات مختلفة تماما عن الأيدالوجية الإجماع الوطني ولذلك التغييرات في السفارات اليمنية في المنظمات الدولية التابعة للوزارة الخارجية ضعيف جدا غاني يفترض أنه يكون هناك قرارات حاسبة أيضا تم عملية إحلال الكفاءة موجودة في السفارات في الخارج لكن للأسف الشديد هناك ضعف كبير جدا من قبل وزارة الخارجية اليمنية بشكل كبير جدا في إقناع المؤسسات الدولية أو في إقناع صناع القرار الدولي إذن أترى بأن هذه أحد الأسباب التي دفعت بأن يسمر هذا القرار الأمريكي حتى الآن بدون أي تعديل من غير أي تعديل ومن غير أي نظر لبنوده ومن غير حتى على الواقع اسقاطه على الواقع يعني قرار يغرد خارج السرب تماما ونحن في سرب آخر طيب كان نفترض أيضا عن الولايات المتحدة الأمريكية وهي تقرأ الواقع اليمني ولديها مراكز دراسات رأي عام ولديها يعني حصر دوري لما يجري في الشرق الأوسط ألم تكن تعرف بأن الوضع تغير في اليمن وعليها تغير هذا القرار هو كما قلناه أنه قرار ينزل بشكل آلي بشكل استنساء ونزل في عدد الرئيس وبما أنا في اعتقاد الشخصي أنه سيتم تغير الصيقة أو سيتم تغير القرار أو تلاثي هذه الأمريكية ترى بأن الحكومة عن طريق وزارة الخارجية ستتحرك ذلك؟ وأيضا سفيرنا في الولايات المتحدة الأمريكية يستطيع من خلاله أن يوصل الرسالة إلى ترى بأن هذا القرار لم يستهدف أي من أفراد الحكومة الحالية لن يستهدف أي أحد من الحكومة الحالية ولن يستهدف أي أحد من الانقلابيين لم يسمي حتى وتحدث عن أفراد ومسلسات يعني هو يتحدث عن عرقالات العملية السياسية في اليمن ما الذي حدث العملية السياسية في اليمن؟ حدث انقلاب عسكري وموليشيات لماذا لا يتحدث القرار عن انقلاب؟ يقول هل نحن الآن في وضع سياسي مستقر؟ نحن الآن قد تقوزنا الوضع السياسي نحن الآن في وضع عسكري و لنا سنتين و القرار يتحدث عن عرقلات العملية السياسية بناء على مخرجات المبادرة الخليجية و الحوار الوطني نعم لعل هذا أيضا يصلت الضوء أكثر على عمل الدبلوماسية اليمنية كما ذكرت هذا يعني انتقدت قبل قليل وهناك الكثير من انتقد شغلة دبلوماسية اليمنية خلال فترة الماضية كان بالأحرى أن تتحرك على أكثر من صعيد بما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية ذكرت قبل قليل بأنها تواجه أنها تفرض ضغوطا على الحكومة بعدم التحرك إلى ميناء الحديدة إذن لماذا لا تتحرك الدبلوماسية اليمنية لإقناع الولايات المتحدة الأمريكية و الدول المؤثرة في المنطقة بأنها ستعمل على تحرير ميناء الحديدة وتضمن النتائج التي ستحدث بعد ذلك هو عادة المجتمع الدولي يعني مهما كان هناك من إجحاف في نظرة المجتمع الدولي للحكومة الشرعية وأيضا انحياز أو سميه ما شيء لكن هناك واقع يقب دراسته يعني عندما تعود المنظمات الدولية والكثير طبعا من القرارات السيادية الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية تخضع لمعيار المنظمات ومعيار مراكز الدراسات أيضا عندما تثم هناك عملية مسح للخارطة اليمنية أو المناطق المحررة لدى الجمهورية اليمنية تحت إطار الشرعية المحافظة التي تشهد استقرار تام يعني أنت تتحدث عن المحافظات التي تطل على البحر الأحمر تقد أن المحافظة التي حرّت تعاني من إشكالية كبيرة يعني لا يوجد هناك استقرار فكيف ستدخل إلى محافظة أساسا هي تعاني محافظة منكوبة أساسا طبعا إيضا أنت تعاني من استقرار تعاني العوز وتعاني المرض فتصدقون بتحرير طبعا أنا معك أن هذه المحافظة الحديدة هي تعتبر المورد الأساسي اليوم للميليشيات الإنقلابية أنا معك لكن الهدف الرئيسي من تحرير محافظة الحديدة ما هو؟ هو عملية كيف نستطيع أن نحاصر الميليشيات الإنقلابية بإقفال ميناء الحديدة أنت عندك الآن أكثر من 16 مليون يعتمد على ميناء الحديدة مثلا تعتمد على المحافظة الشمالية بشكل كامل تعتمد على ميناء الحديدة أيضا بشكل كامل فأنت تريد أن تقفل هذا الميناء من أجل أن تمنع عملية إدرار القانب المالي للميليشية الإنقلابية ماليشية الإنقلابية عندما أنت تفتح ميناء الحديدة للتجار وتسهل عملية التجار هناك خطوة استباقية قام بها الإنقلابية أنت القميع يدركها أنه فرضوا نقطة جمهورية جديدة في محافظة ذمار وفي المناطق القريبة من صنعاء إعادة فرض ضريبة جديدة على البضاعة التي يدخل من ميناء الحديدة يعني أنت ما عملت شيء أنت ستقفل ميناء الحديدة أو ستسيطر على محافظة الحديدة لكن بالتأكيد المحافظة الإنقلابية هي عبارة عن ميليشيات ستقوم أيضا بجنم الأموال بطريقة أو بخرى إذن لا يوجد هناك نظرة قوية للحكومة اليمنية أو نظرة واضحة للحكومة اليمنية حول تحديد الحديدة فقط المبرر الكبير للمنظمات الدولية أو الولايات المتحدة الأمريكية أن الحديدة هي عبارة عن مصدر تمويل للميليشيات الحثية فقط فقط ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية تخاف من ارتفاع تبعات المجاعة والفقر والعواز والجور طيب بالنظر إلى الدعوة التي تلقاها رئيس الجمهورية من الملك السعودي الملك سلمان حول زيارته للمؤتمر الذي سينعقد هناك القمة العربية الإسلامية الأمريكية هل ترى بأن مشاركة اليمن في مثل هذه القمم ستساهم في تحريك المياه الدبلوماسية اليمنية وتوطيد العلاقات اليمنية مع دول أخرى هو طبعا مشاركة اليمن في قمم مثل هذه قمم تعتبر ببند ألف أو بند ABC يعني على سوزارة الخارجيات أو مستوى المنظمات والبعثات الدبلوماسية هي طبعا تحرك المياه الراكدة لكن مثل القمة أصلا التي ستحدث في الرياض هي دعوة لكل زعماء العالم ليس العالم العربي وإنما العالم الإسلامي سيلتقي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دولان ترامب لكن أنا أعتقد أن تتحرك الدبلوماسية اليمنية قليلا أو تقوم بزيارة أقل ما يمكن أن تقوم بها لإقناع أولا الداخل العربي في الوقوف مع اليمن بشكل واقعي وشكل حقيقي يعني عندما تتحدث أنت عن دولة معينة يعني لا أريد أن أسمي بالإسم تتحدث عن دولة تقف مع عاصمة الحزب ومع استعادة الشرعية ومع الشعب اليمني حق صحيح؟ ثم تقوم بفرد تأشيرة على اليمنين بمنع الدخول اليمني إلى أصبحنا معاصرين يعني كأنه الشعب هو من قام بعملات الإنقلاب هذه الدول لا أسميها دولة واحدة كان اليمني يدخل إليها يذهب للتطبيب للدراسة العلاق كبطار ترانزيت طبيعية جدا لكن فرضت تأشيرة دخول وخروج على مستوى التأشيرة فقط أنت تتحدث عن حصار يحدث للشعب بشكل كامل ليس من العالم يعني نحن نتحدث عن أنه اليوم المواطن اليمني لا يستطيع أن نسافر إلى الدولة الأوروبية نحن نتحدث عن موطن العربي الدولة الوحيدة التي تسمح لليمنيين بالدخول إليها هي السودان البقية أغلقت أبوابها أغلقت بتأشيرة وأصبحت صعبة جدا سواء الأردن سواء مصر سواء المغرب سواء كثير من الدول حتى الجزائر لحقتها الجزائر أقصد أنه إحنا في حالة يقب إقناع هذه نتحدث أيضا عن التحالف العربي نتحدث عن قيام التحالف العربي بإقناع العالم بأن الحكومة تسيطر على مناطق وأن الوظف فيها مستطب إذن لماذا لا تقوم دول الخليج مثلا بافتتاح قنصليات لها مثلا في عدن وغيرها لتسهيل أمور المواطنين في حصول على التأشيرات أنا كما تحدثت سابقا أنه قالوا لما لا تقوم دول مجلسة التعاون الخليج المجلسة التعاون الخليج على سبيل المثال تتشعر بالحرج الشديد مما يحدث في اليوم حقيقة ويقول البعض لماذا لا تدعم الملك العرب السج Abdullah ودول مجلسة التعاون تدعم البنك المركزي اليمني طبعا في دول مجلسة التعاون لا يمكن أن تدعم البنك المركزي اليمني بهذه الطريقة التقليدية يعني هناك آلية دبلوماسية وسياسية وقتصادية لقب أن نظر لها بعين الاعتبار نعم أنه لا يمكن للملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة أنها تفتح قنصلية في محافظات عدد ليس بهذه السهولة ربما تفتح مكاتب مكاتب قنصلية ولكن أن تفتح سفارة أو تفتح مكتب قنصلية متكاملة صعب جدا لأن الوضع الأمني ما يزال ركيق جدا و النظر البعد الأمني والسياسي في المحافظات المحرّة أيضا ما تزال قاصرة جدا و الكل يدرك أن هناك هشاشية موجودة في المحافظات المحرّة يعني من خلال كلامك سيد محمد ربما نستطيع أن نعود إلى نقطة معينة وهي رؤية الحكومة لمستقبلها و يتمثل ذلك أيضا في محافظة عدن كونها ستكون المحور التي تتكز عليها الحكومة في إدارة نشاطاتها و مشاريعها لكننا نشاهد لمحافظة هذا هو طبعا الحكومة اليمني لا تستطيع بالمقمل بالمفتوح بالصراحة لا تستطيع الحكومة اليمني أن تعود إلى محافظة على القميع يدرك عندما عاد رئيس الوزراء إلى محافظة عدن و كيف تم معاملتهم في السكان و كيف تم معاملتهم في مكان العقادة الحكومة كان الوزيرين يباتون في غرفة يعني الكل يدرك ماذا حدث عندما كانت المجلسة الوزراء يعني تأكيد الحكومة لها صعوباتها هناك صعوبات موجودة في محافظة عدن هناك أيضا خطاء استراتيجية استخدمتها الشرعية في المحافظة المحررة من ضمنها قرارات لشخصيات كان يفترض أنها تقف مع الشرعية اليوم تنقلب على الشرعية بشكل انفج و بشكل يعني سخيف أيضا هناك عدم دراسة لواقع موجود في المحافظة المحررة أنا بشكل كبير أركز على محافظة عدم شكل كبير كان يفترض و طبعا القرار الأخير لمحافظة عدن الأخير كان القرار بطبيعته إيجابي لكنه أتاب بشكل متأخر وأنا أعتقد أنه إذا يجب أن يكون هناك نموذج كبير للشرعية اليمنية سواء في محافظة عدن أو في محافظة مارد يعني ربما الحكومة خلال تلك الفترة أرادت أن تسوعب الفصائل السياسية الموجودة في الشارع الجنوبي و ربما كانت هذه نظرتها كيف ترى لهذه؟ دعني أقول لك أنه يعني هناك بعض الوزراء يعني لم يستطع لم يحضر اجتماعات مجلس الوزراء بنسبة 10% وزراء معينين من قبل الرئيس عبد الربو منصور هادي لم يحضروا الحكومة اجتماعات مجلس الوزراء يعني نسبة حضورهم 10% أو أقل هناك وزراء و ما زالوا يحتفظوا في المناصب الوزارية حتى هذه اللحظة يعني هناك إرباك موجود في المشهد لكن في المجمل هناك ضعف في الأداء الدبلوماسي الخارجي دعني نقول أنه نحن في وضع حرب، نحن في وضع استثنائي، نحن في وضع عسكري مختلف الوضع الإنساني أيضا بشكل مختلف والقراءات الأخيرة غطت على القانب الإنساني وتم تغيير بعض الوزارات التي ممكن أن تساعد في لحلات الملف لكن أقول الوضع الدبلوماسي الخارجي ما يزال ضعيفا جدا ترى بأنه يجب أن يتحسن الوضع الدبلوماسي الخارجي يجب أن ينطلق الوضع الدبلوماسي الخارجي ضعيف جدا الوضع الداخلي هش كيف يستطيع أن ينعكس يستطيع أن ينعكس الملف الخارجي أن يتحرك بشكل كبير و يساعد الملف الداخلي للأسف الشديد أنعكست الصورة السلبية الموجودة والقتامة الموجودة في الوضع الداخلي على الملف الخارجي وهذا خطأ كبير الدول في أي مكان في العالم في أي منطقة مجاعة في العالم في أي أزمة سياسية أو أزمة عسكرية في العالم إذا تحرك الملف الخارجي بشكل صحيح ينجح الملف الداخلي وإذا عجز الملف الخارجي بالشكل الذي نرى يعجز الملف الداخلي مهما أنجزنا وما تقدمنا عسكريا وما تقدمنا في تحرير المناطق وما يزال الملف الخارجي ضعيفا فأنا أعتقد أنه لن نتقدم أبدا إذن أشكرك جزيلا شكرا سيد محمد الفقي المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدراسات الاستراتيجية كنت ضيفنا في هذه الحلقة مشاهدين الكرام أشكركم أنتم أيضا على طيب المتابعة ألتقيكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من بين أسبوعين إلى ذلك الحين إلى اللقاء اشتركوا في القناة